ننتقل الآن إلى دكتور حميد بن سيف النوفلي وسيقدم ورقة بعنوان الطبيب أبو محمد الأزري من المحلية إلى العالمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى الله وصحابه اجمعين إذا كانت الورقة الأولى أو الأوراق الأولى أوراق علمية بحتة صرفة فإن هذه الورقة تأخذ من القانب العلمي والقانب العملي والقانب المهني باعتبار أن الورقة هذه تتحدث عن وجود الأزدي خارق عمان في هذا العصر وليس في عصور تاريخية سابقة طبعا سلطانة عمان تحرص غيرها من الدول الأخرى في العالم على توثيق تراثها أي أن كان هذا التراث مادي غير مادي وثائقي شخصيات مبدعة وما شابه من مظاهر هذا الصون ما هو على أرض الواقع والذي تعلمونه جميعا وهناك صون آخر وهو التوثيق في المنظمات الدولية وهذا مجال كبير وميدان للسباق بين دول العالم تتسابق دول العالم في تسجيل وتوثيق موروثها بكافة أشكاله في المنظمات سنتحدث أولا عن اهتمام السلطنة بتاريخها وتراثها وإبراز إلى العالمية وهو الموضوع هذه الورقة طبعا هناك أنواع كثيرة من التراث من ضمنها التراث المادي القلاع والحصون والآثار نقحت السلطنة في إدراج عدد من التراث المادي في اليونسكو كما تشاهدون أمامكم كان آخرها مدينة قلهات في العام الماضي بالنسبة للتراث الثقافي غير المادي وهو الآداب والفنون والحكايات والصناعات الإبداعية والصناعات الثقافية وما شابه أيضا السلطنة نقحت في إدراج ثمانية عناصر كان آخرها عرضة الخيل والإبل في العام الماضي هناك قانب آخر من قوانب التراث الثقافي وهو الشخصيات المبدعة ويأتي ابن الذهبي في هذا القسم من أقسام التراث الذي تعنى به اليونسكو كمنظمة معنية بقضية الثقافة على المستوى الإنساني نقحت السلطنة كما تشاهدون أمامكم في إدراج أربع شخصيات هذه الشخصيات حتى تدرج على برنامج اليونسكو وهو يسمى بالاسم الرسمي برنامج الذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة أو الشخصيات المؤثرة عالمياً ينبغي أن تنطبق شروط ومعايير صارمة في الحقيقة حتى تدرج الشخصية على هذا البرنامج في عام 2005 كان أول إدراج أو أول إنجاز لشخصية عمانية وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم اللغة ومؤسس علم العروض بعد ذلك في عام 2013 تم إدراج الطبيب والصيدلاني العماني راشد بن عميرة الرستاقي في العام 2015 تم إدراج شخصيتين الإمام نور الدين السالمي وهو موسوعي ومصلح اجتماعي والطبيب الذي نحن بصدد الحديث عنه اليوم أبي محمد عبد الله بن محمد الأزدي وهو طبيب وفيزيائي هناك أيضا نوع آخر من التراث وهو التراث الوثائقي الموجود في المخطوطات والوثائق والتي لها قيمة كبيرة للأمم والشعوب نجحت السلطنة في إدراج مخطوطة معدن الأسرار في علم البحار للربان ناصر بن علي الخضوري في 2017 مجال هذه المخطوطة كما تلاحظون في الملاحة البحرية طبعا قد يتساءل واحد لماذا فقط هذا العدد البسيط جدا رغم التراث الكبير والكنوز الهائلة من تراث عمان أعود وأقول أن هناك معايير صارمة في الحقيقة يعني نحن نحاول منذ سنوات ولكن هذا الذي يعني توصلنا إليه وتمكننا من من إدراجه وإنجازه أعود إلى دور اليونسكو في رعاية العقول المبدعة في التاريخ الإنساني لديها البرنامج الذي ذكرته وهو برنامج الذكرة الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة أو الشخصيات المؤسسة هذا البرنامج أنشئ قبل أكثر من خمسين سنة وفق ضوابط ومعايير عالمية خاصة ودقيقة يهدف كما هو واضح من اسمه يهدف إلى إبراز الإسهام العلمي والإبداعي للأقل البشري ماذا يعني أن ندرك شخصية أو أكثر على هذا البرنامج؟ بلا شك أن لهذا الإدراج قيمة كبيرة عالمية ومدلول عميق في الحقيقة تتنافس الدول كما ذكرت منافسة شديدة وضروس لإدراج شخصياتها وعلمائها أولا يبرز المستوى الحضاري لأمة من الأمم أو شعب من الشعوب أو دولة من الدول في مصاف دول العالم وهذا يعني الآن نحن نتلمسه في عمان إذ أن سلطنة عمان هي الدولة العربية الوحيدة إلى الآن التي لها شخصيات مؤثرة عالميا في برنامج اليونسكو هذا طبعا له قيمة بلا شك كذلك الدول أو أن اليونسكو تحث الدول الأعضاء على الإدراج وعلى الاهتمام بالمبدعين في العصور التاريخية لماذا؟ لأجل أن يستفيد الجيل هذا والأجال المتلاحقة تستفيد من تلك التجارب العلمية الكبيرة هناك معايير كثيرة بلا شك هذه أهم المعايير التي تطبقها اليونسكو لاختيار شخصية وإدراجها على هذا البرنامج أولا أن تكون الشخصية المحتفى بها شخصية إبداعية في أحد مجالات اليونسكو في التربية في الثقافة طبعا الثقافة علم واسع ومجال كبير أو العلوم أو الاتصال لكن لا يمكن أن ندرك شخصية مهما كان وزنها وقيمتها ولكنها هي سياسية أو عسكرية فهذا طبعا الحكام والقادر العسكريون هذا مستثنون من هذا البرنامج ولا يمكن إدراجهم كذلك أن يتزامن الاحتفال بالشخصية المحتفى بها مع الذكرى الخمسينية أو المئوية لميلادها أو وفاتها وسنأتي بعد ذلك إلى أن الشخصيات العمانية وغيرها من الشخصيات في سنة إدراجها كان يوافق مثلا الذكرى المئوية لوفاتها أو الذكرى الخمسينية أو ما شابه ذلك سنعود إليه إن شاء الله في الأخير كذلك أن يتجاوز حدود إبداع أو إبداع هذه الشخصية حدود الوطن الذي تعيش فيه حتى تكون عالمية التأثير يجب أن تكون قد خرجت إلى مواطن أخرى وأماكن رحبة أبعد من بلادها كما شاهدنا وكما سمعنا من الأزدي والذي هو نتحدث عنه اليوم خطوات الإدراج أولا الدولة تختار شخصيتين في كل دورة الدورة مدتها سنتين يجب أن تختار شخصيتين لا أكثر ممن تنطبق عليه تلك المعايير ثم ترسل الطلبات إلى اليونسكو في استمارة مخصصة والاستمارة موجودة إن شئتم يعني نستعرضها فيما بعد هناك يعني يوضع موعد لا يتقاوز شرط أن لا يتقاوز الموعد لإرسال تلك الاستمارات أيضا يطلب من الدولة أن ترفق معها طلبين للدعم من دولتين أخرين ثم بعد ذلك تعلن النتائج نحن نتكلم الآن عن الآن في شهر إبريل كان آخر موعد قبل ثلاثة شهور في 15 يناير تحديدا تدرس الملفات من هذه الفترة من يناير إلى غاية شهر نوفمبر شرح داعش وتعلن النتائج يعني الملفات المقبولة والشخصيات المدرقة تعلن في المؤتمر العام الذي سيكون في شهر نوفمبر بإذن الله هذه السنة طيب بعد الإدراك ماذا يطلب من الدولة؟ يطلب من الدولة التي نقحت في إدراك شخصية أو أكثر أن تحتفي بتلك الشخصية لماذا؟ لأن البرنامج هو أصلا برنامج تعريفي بهذه الشخصية فتحتفي بتلك الشخصية أو بالشخصيتين على مستوى محلي ومستوى عالمي باعتبار أن هذه الشخصية شخصية عالمية وبعد ذلك بعد الانتهاء من هذا الأمر ترسل الدول تقاريرها إلى اليونسكو بالاحتفالات التي أقامتها طيب ماذا حدث في السلطنة بالنسبة لابن الذهبي أو أبي محمد الأزدي؟ احتفت السلطنة بهذه الشخصية في مسقط رأسه في صحار في عام 2016 يعني بعد الإدراك بسنة هذه الصورة مأخوذة من الندوة العلمية التي أقيمت في جامعة سلطن قابوس في صحار كذلك احتفت أيضا السلطنة بهذه الشخصية في ندوة علمية كذلك في قرطبة في أسبانيا طبعا هم يشترطوا الدولة أو الاحتفال الذي يكون خارج البلاد أن يكون ذو علاقة بالشخصية المحتفى بها فابن الذهبي ولد في عمان وتوفي في أسبانيا كان الأصل أن تكون هذه المحاضرة في فالنسيا المدينة التي توفي فيها ولكن للأسف لم تتيسر وأقيمت في مدينة قرطبة في أسبانيا هذه كانت الدعوة والإعلان عن المحاضرة وطبعا بفضل هذا الإعلان الذي انتشر كان عدد الحضور بالآلاف الذين حضروا تلك المحاضرة وإن كان المحاضرة في ساعة لكن أسئلة الحضور واستفساراتهم أخذت ساعتين غير ساعة المحاضرة تقد أن الشعوب في نهم لمعرفة المبدعين على مستوى الإنسانية لقنا الوطني العماني للتربية الثقافة والعلوم طبعت كتيب تعريفي عن الأزدي هذا الذي بين يدي وهو باللغتين العربية والإنجليزية وهناك نسخة ثالثة وزعت في أسبانيا باللغة الأسبانية للتعريف بهذه الشخصية هنا أنا أحضرت اليوم عدد خمسين من هذه الكتيبات أطلب من إدارة المدرسة فيما بعد توزع على ساعة الدكتور راعي الحفل والحضور الكرام وعلى المدارس في هذه الولاية أيضا تمت هناك تغطية إعلامية واسعة حول هذا المنجز وطبعا حول المنجزات الأخرى عن نوردين سالمي وابن عميرة والخليل فراهيد أيضا كانت تغطية واسعة في الصحافة وفي التلفزيون وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي مجلة التواصل التي تصدرها اللقنة الوطنية العمانية للتربية الثقافة والعلوم هنا في الأخير المحوى الرابع أنا تعمت أن أضعه في آخر هذه الورقة ولكن يمكن أن نتجاوز لماذا؟ لأنه تم التعريف بهذه الشخصية وأشبع بحثا وتحديثا فقط هذه الرحلات التي تفضل بها المتحدثون سابقون الدكتور الشعيلي والدكتور الندابي كانت أول رحلة له إلى اليمن وأرض الحجاز ثم عمان الرحلتان الثانية والثالثة كانت الأولى منهما إلى البصرة والثانية شرقا إلى بلاد فارس وكانت محطة مهمة حيث التقى بابن سينا وبالبيروني والرحلة الرابعة كانت هي رحلته الأخيرة إلى الأندلس واستقر فيها وتوفي فيها عندما ذهبت إلى هناك فضلت أن أتتبع خطى ابن الذهبي فذهبت بالطائرة إلى المغرب ثم عبرت المحيط حتى أتتبع خطى ابن الذهبي ووصلت إلى أسبانيا طبعا بالباخرة فكأني أعيش ذلك الحدث العظيم كان بالإمكان يعني تكون الرحلة مباشرة ولكن كان هذا الخط أضفى نوع من ال يعني روح التاريخ أوقد لدي روح التاريخ طبعا هذه مؤلفات الأزدي المؤلف الأشهر وهو كتاب الماء طبع طبعتين في 96 مرة الطبع الأولى وفي 2015 الطبعة الثانية طبعا طبعة وزارة التراث والثقافة طيب ما هي الشخصية القادمة نحن قبل ثلاث أشهر أرسلنا الملف القادم شخصية عمانية ملهمة في الشعر ولها أيضا جهود كبيرة في صحافة المهجر لماذا لنا يعني تأثيرها انتقل إلى خارق عمان فأكيد تعرفون هذه الشخصية طبعا لا يمكن أن نصرح بأننا سجلنا الشخصية القادمة لأن النتائج بتكون إن شاء الله في شهر نوفمبرو عسى إن شاء الله تتيسر الأمور طيب قبل أن أختم طبعا من باب الفائدة هذه الاستمارة التي في العادة تعبيها الدول وترفقها وترسلها إلى القسم المعني في اليونسكو وتكون طبعا لكل شخصية يعني استمارة مخصصة وملف مخصص حتى وإن كانوا هناك شخصيتين فكل لكل شخصية ملف خاص هذا بالنسبة لي استمارة الترشيح هناك أيضا قرار الإدراج هذا القرار الذي أدرك من خلاله الطبيب الأزدي قرار رسمي من اليونسكو طبعا هذه الشخصية جميعها الآن المدرقة تكون في قرار واحد لو تلاحظوا هذه الدول التي نقحت في إدراج شخصياتها يعني بعض الدول تدرك شخصية بعض الدول تدرك حدث تاريخي مثلا هذه السنة مثلا يوافق الذكرى مثلا المئوية لاختراء الطباعة طباعة مثلا حدث يهم العالم كله ولبعض لكن أكثر الدول تدرك شخصيات من أعلامها ومن رموزها هذا طبعا الدراج 35-36 لسلطنة عمان ذكرى مرور 150 عام على ميلاد المصلح الاجتماعي العلامة عبدالله بن حميد السالمي بدعم طبعا من لبنان ومصر و36 ذكرى مرور ألف عام على ميلاد العالم الأزدي أيضا بدعم من مصر ومن لبنان وكما ذكرت أن عمان هي الدولة العربية الوحيدة التي نقحت حتى الآن ونسأل الله التوفيق في الملفات القادمة شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته